اشتركوا في القناة واسمها رملة فكانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم تنصر وارتد عن الإسلام ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاش ليخطبها عليه فزوجها إياه وأصدقها عنه أربعمائة دينار وبعثها إليه وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين